بك صباحك سعيد صباح الخير وصباح الأكسيجان على ما أعتقد أكيد أكيد قبل ذلك نصر تحذير للديوان الوطني للأصد الجوية نبه فيه من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة تكون مرفوقة بزاوبة عرمية حجب الرؤية الولايات المعنية هي بشار وأدرار بداية من التاسعة إلى غاية الثالثة زوالا لذلك الحيطة والحذر مطلوبين لمستعملية الطرقات في هذه المناطق نعم ويبقى الأكسيجان أكيد هو أهم شيء يحتاج الإنسان لكي يستمر في الحياة نعم اليوم ناصر موضوعنا في البيئة رح نتكلم عن الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين الحيوي يعتبر العلماء أنه صديق البيئة وبديل مهم للوقود الأحفوري لذلك تلتفت الأنظار صوب الهيدروجين ويتم التعامل معه بوصفه منقذ العالم من الوقود الأحفوري يعود السبب إلى أن احتراقه لا يتسبب إلا في انبعاث بخار الماء بدلا من الغازات الدافئة نتجة عن الوقود الأحفوري الطريقة المتاحة حاليا لاستخراج الهيدروجين تتطلب الاعتماد على الغاز الطبيعي لكن هذه الطريقة تستلزم توفير قدر كبير من الطاقة بجانب أنها تؤدي إلى انبعاث ثاني أكسيد الكربون لذلك تخوض حاليا الشركات الكبرى لا نستطيع أن نقول حربا لكن سباق محموم في توصل إلى طريقة أحسن لاستخراج هذا الهيدروجين من أجل تطوير أسلوب يتيح إنتاج غاز الهيدروجين دون أي انبعاثات وهذا هو ما يصطلح عليها الهيدروجين الأخضر توصل إلى طريقة مهمة وهي التحليل الكهربائي وهي إنتاج الهيدروجين باستخدام التحليل الكهربائي الذي يقضي على فرص انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ويتم التحليل الكهربائي بإطلاق تيار كهربائي في الماء يؤدي إلى فصل ضرات الهيدروجين عن الأكسيجين وهذه الطريقة لا تسبب أي انبعاثات وهي بدأت استعمال هذه الطريقة في بعض البلدان المتقدمة في مجال البيئة أو في مجال الحفاظ على البيئة وراء نشوفه في بعض السيارات في مثلا في بلدان كما السويد كما بلدان المخافضة استعمال هذه السيارات التي حتى في ألمانيا أيضا استعمال السيارات التي تعمل بالهيدروجين الأخضر للتقليل من انبعاث هذه الغازات استخدام تقنية التحليل الكهربائي المولدة من مصادر الطاقة المتجددة سيتسنى تخزينها وتحويلها إلى الهيدروجين الأخضر وعند الحاجة يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية هذا إنجاز مهم يحسب للشركات التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة تقليل من الغازات المسببة للوقود الأحفوري والمسببة للاحتباس الحراري وهو أيضا شيء صديق للبيئة وهذا الطريقة تمكن من تعتبر هذه الطاقة هي طاقة نظيفة طاقة صديقة للبيئة هي بديلة لعدة أنواع من الطاقة المضيرة للبيئة يمكن أيضا أن تكون بديلة للوقود حيث يتم إنتاج أو صناعة عدة سيارات تعمل بهذه الطاقة كما قلت مسبقا وتساعد أيضا على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتساعد على الخفض من ظاهرة الاحتباس الحراري كما قلت ناصر هذا إنجاز مهم يحسب لهذه الشركات ولمنفكر في إنتاج هذا الوقود الأخضر أو الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين الحيوي وهو سيساعد البيئة كثيرا في تخلص من بعض الملوثات التي سببتها انبعاثة السيارات وانبعاثة كل مؤسسات التي تستعمل الوقود الأحفوري نعم تواصلي؟ هذا ما عندنا لا صرف بالنسبة للهيدروجين الأخضر نتمنى كما قلت أن الجزائر تكون جزء نتمنى أنه في يوم من الأيام أنه نجلس في هذا الكرسي ونتكلم عن أنه الجزائر عندها دور ولو صغير قطعت أشواطا في مجال الحفاظ على البيئة في استحداث هذه الطاقات المتجددة وأيضا استعمالها بشكل كبير إن شاء الله إن شاء الله أنت كنت تحكي على الغاز الهيدروجين الأخضر أو الهيدروجين الحيوي الهيدروجين وإحنا قوة إنتاج الهيدروجين الصوتي ومع عودة الحياة إلى قاعة التحرير قاعة التحرير نعم خاصة من القسم الرياضي عاد القسم الرياضي من جديد بدأت الحياة بدأت الحياة تدب شيئا في شيئا تدب شيئا في شيئا يعني على الأقل وهذه ربما بادرة خير على الأقل 19 ولاية رفعة عنها الحجر الصحي كليا 29 ولاية جزئيا من الساعة الخامسة صباح إلى الساعة الثامنة ليلا شفنا أنه المحلات بعض المحلات فتحت منذ الصباح الباكر تشوق أو شوق البائع أو شوق التاجر إلى محله دفعه إلى الخروج مبكرا هذا الصباح يعني نتمنى أنه يرفع هذا البلاء إن شاء الله وهذا الوباء ونعودنه للتفاصيل القديمة ربما سيهم لكن ما يساعد ناصر هو اتباع السليب الوقاية بجدية نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار نشوف أيضا في ظاهرة أن الأطفال صغر يخرجوا بكثرة في الأحياء اللعبوا لذلك نوصي العائلات أنه الحيطة والحذر المطلوبين نجنبوا أطفالنا الخروج كثيرا إلى اللعب في الخارج لأنه رح يحملوا الفيروس بشكل مؤكد ربما نقطة نتحدثت عليها يوم أمس وأتحدث عنها دائما أنه يجب فتح الفضاءات الخاصة بالعائلات وتكون وفق البروتوكول المعتمد على الأقل نخلقوا فضاءات نقدروا نراقبوا فيها العائلات والأطفال أحسن من تركهم في فضاءات غير محروصة غير مراقبة ويكون درجة الخطر كبيرة يعني كاين حداية تسلية كاين فضاء تسلية كثيرة في الولايات خاصة داخلية مغلقة من المفروض يتم الإسراء لأنه شيء محروص أحسن من شيء متروك نتمنى لسلامة لأطفالنا ولكبار أيضا لكل جزائريين من هذا الفيروس نعم إذن سهام جولتنا دائما مع مالك بن نبي والتحية إلى الزميل عبد السميع الذي اشتغل على وثائقي وسيكون الزميل عبد السميع حاضرا معنا غدا أو بعد غد لأنه هذا الفقرة ستكون من الساعة الثامنة والنصف إلى الساعة التاسعة سيكون فضاء لأهم الأعمال التي ستعرض عبر الشروق سواء في الشروق الإخبارية أو الشروق العامة أي إنجاز سيثمن معنا في هذه الفقرة إذن رحلة هنا كل مجهودات كل الزمالاء في كل مجالات نعم نعم تحية أيضا عبد السميع عبد السميع لأنه فكرة جميلة جدا الجزء الأول كان يوم الخميس الساعة العاشرة والنصف ليلا تابعناه نعم واكتشفنا مالك وشفنا حتى الذين انتقدوه في بعض التفاصيل لم يلغوا اجتهاده في الكثير من التفاصيل وشيء جميل ويدعوة للمشاهدين أن يتابعوا هذا الوثائقي المهم جدا والقيم جدا أكيد نتمنوا إن شاء الله تكون أعمال أخرى لفائدة هذا الرجل أعمال على صعيد العالمي لأنه مالك بن نبي ليس فقط جزائري هو عالمي في فكره هو عالمي في فكره في سنة تحميلنا السنارة فماذا استطلنا اليوم يا سيحة؟ دائما في كتاب المسلم في عالم الاقتصاد وبما أن الاقتصاد هو المحرك والعجلة التي تدور بها يدور بها أي بلد وهي المحرك لكل المجالات الأخرى في أي بلد مازلني دائما في كتاب المسلم في عالم الاقتصاد اخترت اليوم مقطع مهم جدا يقول فيها مالك بن نبي إن النظرية الماركسية التي ترد المشكلة الإنسانية كلها إلى العوامل الاقتصادية تغفل بعض الأشياء الجوهرية في الظاهرة الاجتماعية أو تخض من شأنها ولكن هذه النظرية صادقة في الحدود التي يمكن أن تفسر فيها الظاهرة الاجتماعية تفسيرا اقتصاديا وفي هذه الحدود الواسعة يعد الإطار الإنساني الممتد من طنجة إلى جاكرتا شاشة من الباباني والتكوينات الاقتصادية ويعد النموذج الاجتماعي الجائع العاري الذي تراه في شرق المحور في كالكوتا وفي غرب المحور في تونس ثمرة لهذه المباني وتلك التكوينات وعليه فمن الممكن أن نتحدث في هذه الحدود عن حتمية اقتصادية تضغط بثقة لقضائها على مصير الشعوب الإسلامية ولكن هذا القضاء لا دخل فيه للميتافيسيقيا وهو ليس قضاء مطلقا نهائيا بل هو عارض طارئ من أعراض التاريخ أو هو بمثابة الزمن الميت في النمو المادي لتلك الشعوب يتفق مع تلك الأوضاع الشخصية الموروثة التي تتنافى مع الأوضاع الاقتصادية التي حددتها وفارضتها الحضارة الغربية قبل أن أكمل هذه الفقرة على ناصر ولقد ظهرت الأثار الاجتماعية لهذا التنافي من منذ اللحظة التي وقع فيها الرجل المسلم في الأحبولة الاستعمارية فأصبح العميل المستعبد المستغل للاقتصاد الحديث دون أن يجد في نفسه وفي تقاليده وفي عاداته الوسيلة الكافية كيما ينتزع نفسه من تورطه وهكذا بدأ عصر الحتمية الاقتصادية بالنسبة له مع بدء العصر الاستعماري ولم يخلصه تحرره السياسي بصفة عامة من التورط الاقتصادي فإذا المشكلة أولا ذات طابع النفسي لأن المعنى الاقتصادي لم يظفر في ضمير العالم الإسلامي بالنمو نفسه الذي ظفر به في الغرب وفي ضمير الرجل المتحذر وفي حياته المالك بن نبي تكلم عن الاستعمار عن أننا الدول العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة عندما خرجنا من الاستعمار ناصر وجدنا مذهبين اقتصاديين الاشتراكية أو رأسمالية أردنا تطبيق هذين النموذجين بغض النظر عن أنهما لا يتنافيان مع ديننا الحليف ومعاداتنا وتقاليدنا فأردنا أن نأخذ الجسد بدون روح والجسد لا يمشي بدون روح لذلك فشلنا في اتباع المنهج الاشتراكي وفشلنا في اتباع المنهج الرأسمالي وضرب المثل بالاقتصاد الصيني الذي نهض بما تملكه الصين من مقومات اجتماعية من بناء معادلة استقتصادية على أساس المعادلة الاجتماعية الموجودة في المجتمع الصيني وحتى أيضا في ماليزيا كمثال قريب إلينا باعتبارها دولة مسلمة كالجزائر لذلك كان هناك نجاح كبير في هاتين الدولتين لأنهما انطلقا بدون أن يتبع نظامين تبعهما الغرب كان يتماشى والنظرية الاجتماعية الموجودة في هذه البلدة كله يتماشى مع المعادلة الاجتماعية الموجودة في الجزائر لذلك كان هذا الفشل الذرع في المجال الاقتصادي وأيضا حتى الجانب النفسي الاستقلال السياسي ما خلالنا نستقلوا اقتصاديا ونبقينا تابعين اقتصاديا فكريا أولا في اتباع المذهب الاشتراكي والرأسمالي ولذلك كانت هذه الخسار لذلك يقول مالك بنبي أن المعادلة الاقتصادية يجب أن تبنى على معادلة اجتماعية بما تملكه الجزائر من مقومات من تركيبة مجتمع تدفع بعجلة الاقتصاد ولا يهم ماذا تسمي هذا الاقتصاد اشتراكي رأسمالي أو أي اسم آخر المهم أن تنهض بما لديك من المقومات اجتماعية نعم وهي تجربة الجزائر سيهام إذا تحدثنا عن مثلا المنهج الاشتراكي وجاء بعد استقلال الجزائر اختيار الاشتراكية تعلمين جيدا أن الجزائر استغلت وحتلت واستغل أهلها وشعبها 132 سنة بمعنى هذا أنه في تلك المرحلة لما تختار بين الاشتراكية والرأسمالية بل عاطفة كجزائري ستختار الاشتراكية لأنك كنت أمام مستعمر استغلك أبشع استغلال في إطار الرأسمالية لأنه في النهاية الفلاح الجزائري كان يعمل خماس كان يأخذ الخمس ولا يناله في العديد لا يأخذ مالا بل يأخذ قمحا وغلة ممنوع عنه كل شيء حتى فرص العمل كانت مفتوحة على الفرنسيين ومن يواليهم وترك الجزائري في الخلاء يعني حتى النظام لو أخذنا تحليل في الزمان في ذلك الزمان كان الأقرب هو الاشتراكية لأنه تريد أن تفتح المجال أمام الشعب ليكون متساويا وهو ما أثبت فشله في السنوات الثمانينات والتسعينات إذا تحدثنا في رأي العديد من المتابعين عن الرأس مالية فهي خيار فرضته الظروف الجيوسياسية التي عرفها العالم بعد سقوط القطب السوفياتي وتفكك الدولات وأيضا جدار برلين يعني الظروف الجيوسياسية حتى متعلى الجزائر أنها تنتقل إلى الرأس مالية وأثبتت الرأس مالية أنها وحشية وأن رأس المال الجبان يجعله من صاحبه يقتات من لحم العمال لكن كما يقول مالكونابي أن الأقرب أنك تجد شيء قريب من الله وفي ديننا وبما أننا الشعب مسلم في الإسلام أثبت أن هناك تجارب لرجال مال كانوا أقرب إلى العمال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه هذه تقريباً ونف مدرسة تتحدث عن هذا نعم نعم فضل العمل أنه العامل على العمل أن يتقن عمله شوف تعطي الأجير بما أنك رب عمل أنت مطالب أمام الله أنك تعطيه حقه في نفس الوقت العامل عليه أن يعمل بكل إتقال وجد وهو ربما نعم ما يجعل ما سيوفر الحقوق والواجبات في آن واحد ذكرت ناصر أن الفلاح في عصر الاستعمار في العهد الاستعمار كان خماس لو نشوف النظرة الدونية للفلاح في وقتنا الحاضرية تعود إلى الفترة الاستعمارية لأن الفلاح كان في نظر الجزائرين هذا الخماس المستحقر الذي يستحقره المستدبر الفرنسي لذلك بقيت هذه النظرة الدونية ولم نتخلص منها إلى حد اليوم عندما سنتخلص من تلك النظرة أكيد سيكون الفلاح عنده قيمة وسيكون هو المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد لو نروح مثلا ناصر لماذا فشلت الاشتراكية أو الرأسمالية لأن الجسد الاشتراكي روحه الإلحاد ونحن كمسلمين لا نستطيع أن نكون ملحدين فالجسد أردنا التطبيق الاشتراكية بدون إلحاد فالجسد لا يستطيع أن يمشي بدون روح هكذا الرأسمالية هي جسد روحها الربا أردنا تطبيق الرأسمالية بدون ربا فشلنا الجزائر تبقت الاشتراكية في الجانب الاجتماعي في الجانب الاقتصادي وهو تقريبا أهم ما جاء في بيان أول نوفمبر أن توفر لشعب حقه في السكن حقه في العمل حقه في التعليم هذا الحقوق هي أربما من روح الاشتراكية نعم من بابات الاشتراكية أن نزح حرية التملك لكن حرية التملك مسموحة بها في الرأسمالية وأثبتت العشرين سنة الماضية أن الرأسمالية مكنت مجموعة من الأشخاص وتركت الباقي في الحضيض لو نوزنوا بناتهم فقط ناصر أن حرية التملك ممنوعة في الاشتراكية ومسموح بها في الرأسمالية هنا طغت الدولة وهنا طغت رجال المال لكن في الإسلام مسموح حرية التملك لكن مع الزكاة ومع حفظ حق الفقراء في أموال الأغنية وهذه هي ذكاة وبداهة الدين الإسلامي ذلك عدنا نظام نقدر نطلق من مقاوماتنا التاريخية الدينية الاجتماعية وأيضا موروثنا الثقافي لرغم 130 سنة من الاستعمار لم تذهب هذه العادة التقاليد وعدنا في الجزائر الروح الجزائرية عدنا الإمكانيات الاقتصادية الإمكانيات البشرية والمادية وحتى العقول التي تساهم في أكبر شركات في العالم الجزائر العلماء الجزائريين يساهمون في بناء أكبر مؤسسات في العالم شفنا الإختراعات التي قام بها العلماء الأجل الجزائريين موجودين في معظم دول العالم نتمنى أن الجزائر ولادة بطبيعتها لأكبر المفكرين وأكبر شخصية في العالم لذلك الجزائر تملك من المقاومات ما يكفي لكي تنطلق بعجلة الاقتصاد إلى الأمام وأهم ما تملكه هو التجربة أكيد نحن جربنا النظام الاشتراكي مثلا والأرض لمن يخدمها وفي النهاية من منحت لهم الأرض لم يخدموها كما كان ما يجب أن يكون تحدثنا أنه رأس المال هو الذي يحكم وشفنا أنه أصحاب رأس المال لما حكموا عينات عينات من بعض أصحاب رأس المال طغوا بينما هناك رجال أعمال في الجزائر الذين أثبتوا أنهم يستطيعون التسيير وأثبتوا يعني الجدارة وحقيتهم في امتلاك ما يملكون نعم على عكس البعض الذي منحت لهم الفرصة مثلا يتحدث الأولون سيهمنا وأنت من الجيل الحالي كغيرنا من الشباب من مواليد نهاية الثمانينات يعني يتحدثون عن سنوات كان فيها الجزائر الممنوع أن يجلس في المقهى لأن أمامه فرص العمل متوفرة ولكن فرص العمل متوفرة كدست العمال أمام ماكينة واحدة فصار عامل واحد يعمل والباقي يجلسون وهو نفس الجيل هو نفس الجيل الذي يتحدث اليوم عن روح العمل لأنه هو الجيل الماضي هو الذي زرع فينا زرع فينا هذا الكسل لأنه تحدث عن المؤسسات العمومية مثلا للأشغال مؤسسات كبريات المؤسسات العمومية لما تحكي مع تفاصيل العمال البسطة لما يحكي لك يومياتهم في ذلك الزمان عمر ميلاين يتحدث صباحا خير عمر ميلاين يصحب الأرجواني يحدثون يقول لك كنا نمشيوا للعمل يوصل يتخبى يرقد ما يخلي واحد يخدمهما راقدين يوصل وقت الغداء وهذاك الوقت كان العامل وجبة الغداء في المطعم المؤسسة بكميات كالناس اللي تدي معها من المؤسسة إلى البيت يعني كانوا بعض الخروقات كان السبب فيهم المواطن النظام حقيقة الاشتراكي فاشل لكن تسبب فيه البشر الذين أفشلوه في حين أنه كان يمكن أن استغلاله أحسن استغلال نعم نكمل فقط ناصر والحق أن الاقتصاد في الغرب قد صار منذ قرون خلت ركزة أساسية للحياة الاجتماعية وقانونا جوهرية لتنظيمها يعني أن الاقتصاد أصبح أمر جوهر يجب أن الكل يشارك فيه والكل أن يفكر فيه أما في الشرق فقد ظل على العكس من ذلك في مرحلة الاقتصاد الطبيعي غير المنظم حتى أن النظرية الوحيدة التي تناولت تأثير العوامل الاقتصادية في التاريخ وهي نظرية ابن خلدون قد ظلت حروفا ميتة في الثقافة الإسلامية حتى نهاية القرن الأخير فلم يقبل فلم يقبل المجتمع الشرقي تحت تأثير احتياجاته الداخلية على أن يضع نظرية اقتصادية كما حدث في المجتمع الغربي حين وضع الرأس مالية والشيوعية إنه لم يقبل على هذا بسبب من طوع عليه من نفسية خاصة منعقدة على الزهد كمثل أعلى منذ قرون وإن فقا اقتصاديا يستلهم خطته ومفاهيمه من مثل كهذا ويصدر عنه لا يمكنه بداهة أن يعبر بالدقة العلمية نفسها عن فكرة المنفع الخاصة برأس مالية أو عن فكرة الحاجة الخاصة بالنظرية الماركسية فالزهد والمنفعة والحاجة ثلاث حقائق لا يمكن أن تدخل في إطراد اجتماعي واحد وفي واقع اقتصادي واحد فقد كان هناك عنصر تنافر أساسي بين الأوضاع الشخصية الموروثة في البلاد الإسلامية وبين التكوينات الاقتصادية التي وضع أسسها العصر الاستعماري نعم نشوف ناصر كما قلت التنافر في الثقافة الإسلامية نعم ابن خلدون تطرق إلى العديد من الأمور تطرق إلى العصبية القبالية بقى كما قال مالك بن نبي حروفا ميتة في الثقافة الإسلامية يجب أن ننهض من جديد أن نضع نظريات اقتصادية تتلاءم مع فكرنا مع موروثنا ومع ثقافتنا لذلك نتمنى أن نأخذ بعين الاعتبار أن الاقتصاد هو العجلة المحركة لكل المجتمعات العربية نتمنى أن نخطو خطوة إلى الأمام في هذا المجال فننزلوا للواقع أكيد حتى نفسر مالك بن نبي ونشوفوا التناقضات تصوري أنه كانت مؤسسة عمومية تابعة للدولة توظف عمال في البناء مختصة في البناء العمال عندهم يعملون ساعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة التاسعة صباحا تأتي الشاحنة للمحملة بالمواد الأولية المادة مادة الإسمنت 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 المسلح وكذا العمال حتى متفاهمين أنه لما يكمل هذا الشاحنة يمشي ويروحوا العمال على الساعة التاسعة يفرغوها يقومون بتفريغ الإسمنت في أقبية المباني بشي يكملوا ويروحوا هم تسببوا في عجز المؤسسة وهم تسببوا في تحولهم إلى البطالة شوف الفرض الجزائري لما تغيب عنده المسؤولية يقدر يتسبب في ثناء مصدر رزقه بينما لو بعد ذلك يلوم الدولة لأنه التفكير ضيق تدل لأنه التفكير ضيق لو أننا أتقن عملنا كائنا من نكون في أي مستوى في أي في أي شركة لو نتحمل مسؤولياتنا قال نحن في سبيل البناء أكيد ستتطور حتى لأن التجربة اليابانية الإضرابات تكون بمضاعفة الإنتاج بينما نحن نعيش مثل هذا الأمر بلال كباش وفقرة المنشات ونشكره في نفس الوقت سهام على الفقرة وعلى هذه الجولة بلال كباش كنت تسمع سائقي سيارات الأجرة بلال خير ناصر صباح خير سهام إذن شفنا أنه كان مشكل كبير أنه إذا كان يجري السائق واحد دبلة اللي تكون راكبة قدرة تقيس جد وتفجرها يعني السرعة كانت 120 مشكل كبير يعني واقع فيها لازم توقفوا والله يا ناصر سمح لي سمعت كذلك رئيس تنسيقية يتكلم على البنزين على سائرة البنزين نعم يلا نروح هنا وإياك الخروب ونطلعوا كلنا لا ألقاهم قاعدين ينسي الغاز لماذا أنت عندك سير غاز وحبي تزيل في تسعير النقل قضية الجيملاج شفت الأخي طرح السؤال يقول لك يلا جاتني فاميليا وما نقدرش نركبهم نعم وكان نرفض الخدمة ما ترفض الخدمة لو قال أنتم عائلة مفروض عليها نرفض واحد يجيك الشرطي قال هذه عائلة مفروض عليها نرفض واحد مش رح يديلك رفض الخدمة نعم نعم الآن لو كان عود نوله يمات للوراء نهار كانت الكوفيد في أيام الأولى وهذه الحرارة وهذه السخانة كانت الناس تقول لك نحن نخدم عليش نعاون نرفض الآن وره التضامن أنك ترفض أنت واحد ولا تنين الآن ولا التخمام على قضية أنه التسعيرها غالية ومشي غالية شفت ناصر مشكل مشكل كبير لازم تورك من الفاني لازم فكره شوفي مشكل ياسيهم أنه القرارات في الحكومة أنه رأي تتخذ بعيد على التفاوض مع الشريك الاجتماعي في النهاية هذو مسائقين كذلك على الوزارة أو على الزوزير النقل كان يتلاقى بهم نعم هل يتلاقى بهم أو لم يلتقي بهم القرارات شفنا خرجت هكذا فقط وعلى كذلك النقابات هذو التنسيقيات ينقصوا شيئا منها يعني ماشي كل حاجة يعني ماشي كل حاجة نزيد عليها هاقل إضراب 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 لأنه راح تقول لي أنت إنسان محتكر وانت إنسان راح تقول لي فوضاوي إذن المشكلة راح تطرفين الحكومة لا تجيد جيدا التعامل مع مثل هذه الأزمات ولازم عليها التعامل معها بذاك لأنه يجب أن تكون خلية إدارة الأزمات كما يفيد في البلدان والنقابات والنقابات كذلك راح تلعب يد نشد لك يد نشد ليد من يتوجه شكل يخلص في النهاية الواسط وهو المشكلة وهناك أيضا تفصيل مهم بلال أنه سائق سيارة الأجراء يقدم خدمات يعني هو لا لا هو قضية تجارية هو قضية تجارية لكن خدماتية بلال هو قضية هو قضية تجارية أكيد عندها شق تجاري لكن خدماتي أنت يوم رضيت تكون عندك دفتر سائق أجراء هناك بعض النقاط قريتها وتعرف أنه كيف تتعامل معنى هذا خدمة المواطن أولوية خدمة المواطن أولوية لكن النقط تفجر الأخت وانت تركز على هذه النقطة لأنه تتحدث على السرعة التي تكون كبيرة سائقية بعض سائقين وللأسف كانوا يجد أنه كان مقطوع الآن بدأوا بشيء أنفش أن يفارك بارك بالعقل بدأ بالعقل هذا جيملاج ممنوع قانونا والأمن كي وقفوا بالجيملاج يتبقى عليه القانون أنت كذلك كشرطة ولا كأم تولف لهم حاجة واليوم تمنعهم حتى حتى عملية هذه خليها تمر يعني لسي على هذه خلي معليش 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 هذه النتيجة هي لدتنا لهذه الفوضى ولكن حقهم في العشر ألاف دينار جزائري بيلال لا يناقشهم فيه أحد إذن هذا طرح إشكال نعم إشكال عميق والراهي وولاية الجزائر سيدوالي وولاية الجزائر وين يقول كل الولايات خلصوا إلى ولاية الجزائر علىها يعني ليسكن في الولايات الجزائر يعني ما عندوش حق لا لا هناك ولايات أخرى بيلال هناك ولايات أخرى وكانوا وصلونا رسائل من ولايات أخرى لسائقي سيارة الأجرة ويجدوا صعوبة في الحصول على العشر ألاف دينار جزائري واحد الإيهانة حسوا بها وهما رايحين يجيبوها ذاك رغم أنها مقررة من طرف رئيس الجمهورية وقلت بيلال ديمانغو أباك الناس ما تعرفش معنى ما هيش فقط قالها رئيس الجمهورية ما تعرفش المعنى هذا الإقرار يعني نعم أنه رئيس الجمهورية يقر شيء ما عندما يقر شيء ما رئيس الجمهورية يشوف قانونيا ودستوريا وعرفيا وعقيديا أنه هذا الأمر لازم عليه يطبق في آنه يعني كي تكمل الكلمة يكمل كلمته يطبق الأمر لأنه هذا أعلى منصب في الدولة هو لقر هذه القضية زيد إلى ذلك أنها قضية اجتماعية عشرات دينار عشرات وعطتها لك يخرج من الخزينة نعم يعني أنت وش تزيد عليها أنت تخليها عندك نعم اطلقها لماذا هذا النفس الأمر كان في البلاديات وما زالوا أنه البلاديات تتلقى أموال من الولاية قال من أجل التنمية ومن أجل وزارة داخلية الميزانية البلدية نعم في نهاية السنة نهاية السنة البلدية ترجع سبعين حتى ستين بالمئة من البيجي ترجعوه للولاية على أسسنا لم يشتغلتش عليها وهذا الشيء بيليل على مدار سنوات الماضية يخلق ربما عدوة بين المواطن والحكومة من بين أهم الأسباب الأموال كينة والمشاريع ما كاش لأنه المير أو البلدية أو أعضاء البلدية أو المكتب البلدية ومكتب رئيس البلدية يأخذ مشاريع قليلة يطبق حتى يبتعد عن المساءلات القضائية والمساءلات القانونية تعين صرفة هذه الأموال هذا لا يعني أنه أنه فديك المشاريع قليلة يعني ما دوش مرسو والتمليت يكون تعاملات المشبوهات في البيو جي لما يتصرف يكون قليل إذن لماذا ترجع البيو جي أنت ترجع للولاية والوزار الداخلية وكأن الخزينة يعني كيترجح ولا حتى يطعي لك برسنطاج لك للأسف الشديد ممارسة للطرفة اللي أدقت لك أنه كان على الحكومة نعم تفاوض الوزير نقل لا يتواصل كثيرا مع وسائل الأعلام شوف شيالي أنا أعرفه جيد نعم عرفه منذ سنوات كبيرا أنا أعرفه فاروق شيالي هو كتقني تقنيسا تقني تمكن يا ناصر حتى واحد خاصة في مجال الطرقات وفي مجال أشغال العمومية هو شوف شيالي من بين الأوائل لما جال الحكومة أعتقد منذ أربع سنوات أو كان أول واحد وقف في وجه رجال الأعمال اللي كانوا ياخدوا أموال كبيرة أنا أتحدث عن التواصل حتى في تواصل نشوف لوزارة النقل عندها مشكل كبير في خلية الإعلام حتى أنا لما نحاول نجيب ضيوف الله نتصل به مباشرة أو بمسؤولين أو برئيس ليونه يعني كان مشكل في التواصل ليس فقط في وزارة النقل ولكن العديد من الوزارات الآن رأيت تعامل بطريقة تحيرت واحدة ربي أنها بعيدة عن الإعلام أنها تخاف الإعلام تحاول تروح فقط للقناة الوطنية لأنها تقول ولا تسأل لما تقول له أرواح المنشات يبدأ يصبر وهذا مصرنا اليوم كذلك صرا اليوم إذن اليوم كنا ننتظر ضيف فوضنا معه لآخر دقيقة الأمس تفوضنا من باب أنه أرواح هنا في الحصة نحن لا نشهد لكي ننتهي لكي ننتهي يشهد الله أنه عمرنا ولا جرحنا واحد بكلامه لكن الانتقاد هذا رح يفيدك نعم رح يفيدك نعم ولكن الناس لا تخاف الانتقاد إذن اليوم سنشوفه مع بلال المنشات فقط ما قالته الصحف بلال